اشتركوا في القناة كمان كان التركيز الرئيسي بحديث جيرون باول كان عم بيقول نحنا تضخم لا يزال موجود عم يتراجع بالفعل عم تشوف تراجع في النمو كمان واضح ملموس هلأ اهتمامنا الرئيسي هو في قطاع العمل الأرقام اللي عم تجي عم تجي نوعا ما متضاربة يعني كان في عنا جولس جائت شوية دون التوقعات بعدين عنا بيانات العمل في الوظائف الغير حكومية في القطاع الخاص جائت جيدة هلأ في عنا كمان المطالبات البطالة رح تكون عم تعطينا صورة أوضح إلى الآن فين نقول نحنا لا يزال كطاع العمل قوي عم نرجع نحس فيه شوية التراجعات ولكنه لا يزال نوعا ما قوي إذا من ناخد البيانات إلى الوقت الحالي بالعكس بيدعم قدرة الفيدرالي ليكون متشدد لفترة أطول أظن كان الموقف متشدد شفنا يمكن بالعكس نوع من حديث عن مخاوس التضخم كمان لفترة أطول ولكن كان بسبب أظن هالتراجعات اللي شفناها على الدولار الانتعاش بالأسواء مش بسبب الاستمرار في معدلات الفائد الحالية ولكن بسبب تقليص الميزانية العمومية القادم أقل من التوقعات دعم مستمر للأسواء سيدة فرح فيما تعلق بالمستويات المرتفعة لأسعار الفائدة برأيك كيف سيكون أثرها على الأسواق الناشئة التي تساعر ديونها بدولار الأمريكي وكذلك على مستويات الدين العالمي بشكل عام أكيد عنده تأثير كبير ومش بس الأسواء الناشئة يعني حتى إذا نشوف اليابان يمكن كما رح يكون عم يعاني من نفس الموضوع الصورة واضحة جدا نحن وقت نكون عم نحكي عن الديون الخارجية للدول عم نحكي عن ديون بالدولار الأمريكي مقارنة بالعبلات المحلية طبعا إذا عم نشوف الدولار عم يدل عم يستمر بيقوته فهالشي طبعا رح يكون عم يزيد من تكلفة كمان هيدا الدين العام لهيدي الدول هيدا الشي رح يكون عم يضغط لفترة أطول بطبيعة الحال مش بس مثل ما كنت عم بقولك على الدول الصغيرة اللي يمكن كمان يفضلوا المستطورين يكون عم يتوجهوا على الولايات المتحدة الباند ماركت اللي بيعطيهم مردود جيد جدا بالوقت الحالي بسبب الفائدة المرتفعة مقارنة بالدول أو الأسواك المحلية هالشي رح يكون عم يضغط كمان على اقتصادات متطورة يمكن مش كتير مقارنة باليوروزون الفرق بس اليابان مثلا نحن نكون عم نشوف تأثير كبير بعد ما عم نلمسه ولكن فينا نحط عنوان عريض هو أزمة الديون في الفترة القادمة فعلا في المقابل الذهب تعرض لضغوط من ارتفاع دولار والحديث عن سعر فائدة مرتفعة لفترة طويلة قبل أن يعود ليرتد قليلا لكنه بشكل عام لا زيازال دون مستويات الـ 2300 دولار برأيك ما هو التوجه العام للذهب هل سيتجه لمزيد من التصحيح اللي عم تقوله هو نظرة مهمة حتى من ناحية الفنية نحن المستويات أقل من 2300 يعني أنه ما عم نلاقي موجة بائعين إضافيين خصوصي أنه الارتفاعات الكبيرة كانت بسبب شراء البنوك المركزية أكثر من يمكن الصناديق الاستثمارية الكبرى أظن الدولار لم تختفي أوتو لا يزال مدعوم قد نرى بعض التصحيح على الذهب بالفعل ولكن نحن عم نحكي عن فترة زمنية أطول أظن ممكن عم نحكي عن الدولار أو عن الذهب اتنينة مالذات آمنية واتنينة بيستفيدوا من التضخم المرتفع واتنينة يمكن يكون عندهم الإدراء للإتداد هذا العام نعم باختصار فيما تعلق بأسواق النفط ما هو التوجه العام لأسواق النفط في ظل قوة الدولار وحديث عن تعزيز المخزولات الاستراتيجية الأمريكية يعني أظن أنه طبيعة الحال هلا نحن شفنا ببارح شوي تراجع للدولار مش ناك عم نشوف الإتداد شوي إيجابي على أسواق النفط ولكن بشكل عام أرى تحركات جانبية ضغوط الجيوسياسية كانت عم تعطينا فرص تداول يمكن يومية ولكن ما كانت عم تأثر بفعل على المعنويات الأسواق كمان المخزونات الأمريكية من أن نتذكر نحن الولايات المتحدة هي أكبر المنتجين بالوقت الحالي وبيهم الأسعار تظل نوعا ما تحت 80 دولار للبرميل فرح تظل عم تزيد هذه المستويات أظن ما بين 85 دولار للـ 80 هو السيناريو الحالي الأساسي للنفط اتضحت الصورة السيدة فرح مراد محللة أولى للأسواق المالذية لدى إيكيوتيك شكرا لك شكرا لك